اشتركوا في القناة من التعديلات الخاصة بمشروع هذا القانون الذي تمت مناقشته مؤخرا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان هذه التعديلات وإن اختلفت من فريق لآخر إلا أنها أجمعت على ضرورة النهوض بالأوضاع الإنسانية للسجناء وإصلاح وتقويم سلوكهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع بالإضافة لتعديلات أخرى تهم بعض الفئات كالنساء والأطفال إضافة لتعديلات أخرى تتعلق بتحديد الأهداف من مراكز الإصلاح والتهديم للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أحب باسمكم بالأستاذ الحسين قنون المحامي والمحل السياسي السيد الحسين أهلا ورحبا بك أهلا وسهلا مرحبا واشهرا في مارس الماضي تمت المصادقة من قبل مجلس الحكومة على القانون الذي نتحدث عنه اليوم وهو 10.23 والذي كان فيه حسب الناطق رسمي بن اسم الحكومة حينها مجموعة من التعديلات التي تهم مراجعة القانون 23.98 الخاص بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية نتعرف في البداية عن المشروع القانون الذي تم صدق عليه من طرف الحكومة ما هي أبرز التعديلات التي جعلته يختلف شكلا ومضمونا عن القانون القديم 23.98 نعم بكل تأكيد أن هذا المشروع جاء بمقتضيات جديدة وهو من حيث السياق يدخل ضمن التوجه العام الذي دأبت المملكة المغربية على تطوير ترسانتها القانونية مشكلة عام إصلاحي نعم توجه إصلاحي توجه إصلاحي ليتلاءم مع الدفتور 2011 نعم هذا من حيث المبدأ ومن حيث السياق المنطلق المنطلق والمنطلق قبله وهو الأهم هو أن المملكة المغربية اختارت الخيار الديمقراطي لا نحيد عنه الخيار الديمقراطي الذي مفاده تشبط بحقوق الإنسان صيانة الحقوق تماما كما هي متعارفة عليها دوليا وكما جاء في تصدير تصدير المملكة المغربية 2011 أبرز المتغيرات أبرز المتغيرات وهو أن من حق السجناء في المشروع القادم سيكون لهم أولا حق الزيارة لعائلتهم ودويهم بشكل منتظم وفقا لما يقتضي هذا القانون ثم لهم حق خيار بإرادتهم محامي من أجل دفاع حقوقهم ومصالحهم ومن أجل مخابرة معهم كما لهم الحق في التطبيب ليس فقط في الطب العام ولكن كذلك طب الخاص طب الخاص ولكن على نفقتهم وفقا لتقرار دير المؤسسة والطب العام الذي يشرف على المؤسسة السجنية كما لهم من جانب آخر وهذا هو الأهم لهم الحق في متابعة الدراسة كيفما كانت درجتها بأمور مضبوطة من شأنها أن تؤهلهم في الحصول على شواهد بعد انتهاء حكمهم يؤهلهم هذه الدراسة وهذه الشواهد من ولوج إلى عالم الشغل لأن الغاية من العقوبة هي الإدماج وإعادة تأهيل ثم كذلك دعا هذا المشروع إلى إحداث مؤسسات تكوينية في الجانب الحرافي والجانب الصناعي لماذا؟ لأن المملكة المغربية منذ حصولها على الاستقلال إلى الآن تأخذ بالمؤسسات السجنية الإصلاحية المتعلقة بالزراع والفلاحة ولكن المغرب طور اقتصاده وذهب كذلك إلى العمل الحرافي والعلم الصناعي كذلك على السجناء أن يوفر لهم هذه المؤسسات ليحصلوا على تكوين حرافي أو صناعي أو زراعي لأن الغاية كما قلت هو بعد انتهاء محكوميتهم أن تؤهلهم هذا الإدماج وإعادة الإدماج في المجتمع من جديد كما أن لهم من جانب آخر حق يعني حق الرخص الاستثنائية هذا الرخص الاستثنائية لها ضوابط كذلك تسمح لهم بزيارة عائلتهم خارج السجن مثلا حينما نكونوا أمام الموافات لأحضر الأصول أو الفروع وكذلك لتبقى روابط الأسرة قائمة ما بين السجن وما بين عالمه الخارجي لأن الغاية الكل وهي إعادة الإدماج لأن نقول لك العنوان البارز ديال هذا المشروع وهو أنسانة هذا القانون ديال السجن المتعلق بتدبير وتسير المؤسسات الشجنية النقطة آخيرة وهو أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الخاصة من بينهم النساء والأطفال ودهو احتياجات خاصة على مستوى البناية وعلى مستوى القانون وعلى مستوى التدبير بكل تأكيد أن هذا القانون سيراعي الوضعية للنساء الذين لواتهم في حالة اعتقال وكذلك الأطفال الأحداث وفصلهم عن باقي السجن تماما وطلقينهم كل ما من شئنه حتى مسألة الرياضة والطرفيه ليكونوا لهم من الكفاءة ولهم من القدرة ولهم من إعادة التربية وإعادة الإدماج ما يؤهلهم أن يكونوا صالحين في المجتمع ومتقبلا شاهدتها بأم عيني بنى الزيارة والأيام الدراسية التي احتضنها السجن المحلي في سلا وحضور المنتخب الوطني شاهدت شباب قاصرين إناث وذكور يعرفون عزف الآلات الموسيقية أنشدوا مجموعة من الأناشيد للمنتخب الوطني لكرة القدم شاهدت متحف لمنتجات يقوم بها السجناء وحرف يمكن أن يعني يتعلموها داخل السجن ولكن هناك في نهاية المطاف يكون هناك منتج مقدم بأنامل بكل صراحة مبدعة وهنا ربما تكمن أهمية المؤسسات السجنية بأنها عادة للتأهيل ولكن ليس فقط سلب للحرية دون أن تعطي للناس أفاق مستقبلية وهذا أمر جميل جدا نعم أولا أحييك وأحيي الناخب الوطني ومنتخب الوطني المغربي لهذه الخطوة لأنها تحسس الساكن السجنية بأنهم أبناء هذا الوطن جزء من المجتمع نعم وأنهم لديهم يعني وإن كانوا عملوا على خطأ ما فالخطأ قابل للإصلاح وقابل لإعادة استدراكه ما تفضلت به من أنشطة التي يقوم بها السجناء على مختلف الفئات في القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد سيعطيهم إمكانية الحصول على مقابل بدي لما ينتجونه من أنشطة سواء كانت أدبية أو حرفية أو إنتاج أدبي كالقصة أو كتابة سيناريو أو كتابة يعني سيحصل على مقابل معقول وفقا لما يقتضي هذا القانون فرق البرلمانية كما تفضلت أستاذ الحسين يعني صادق المجل الحكومة على مشروع القانون أحيل إلى البرلمان لجنة التشريع نوقش بحضور وزير العدل الذي هو أصلا من تقدم بمشروع هذا القانون ومن ثم وضع المناقشة من طرف الفرق البرلماني لإجراء عدد من التعديلات عليه من بين الفرق التي تقدمت فريق وازن داخل الأغلبية الحكومية والبرلمانية الحالية هو الأصالة والمعاصرة وكان من بين مقترحاته الثلاثة والثلاثين أنه اقترح إضافة سجون صناعية أو سجون حرافية وهذا هو ربما مكمن ما تحدثت عنه وقد نقول بأننا اليوم في المؤسسات السجنية لا أتوفر على إحصائيات فيما يخص عدد الشباب من النساء من الأطفال من كبار السن ولكن هناك عدد لا بأس به من من لديهم القابلية من أجل التعلم من أجل اكتساب المعارف وتعلم على الأقل مجموعة من الحرف التي قد تكون بمثابة جزء من المناعة التي تقيهم شر الشارع فيما بعد بعد انهاء العقوبة الحبسية هل تعتقد بأنه يمكن الأخذ بهذه السجون الحرافية سجون مهنية كما تم تسميتها مثلا لكي تكون سجون صناعية أو غير ذلك تكون حاضرة وبإمكاننا أن نقدمها بورشات بأمور كثيرة جدا نعم يمكن ذلك وهو غير مستحيل والدليل في ذلك هو أن إدارة السجون سبق وأن أخذت الآن بمؤسسة محمد الث لإعادة الإدماج وإعادة التربية وهنا هذه المؤسسة من داخل الفضاء السجني أثبتت على أن الأحداث القاصرين على وجه الخصوص تلقى تدريبات وتكونات أهلتهم إلى ولج سغل لأنك يكون تتبع فيما بعد ليس فقط بعد الخروج من السجن أنه ينقطع الصلة لهذه المؤسسة وإنما تتتبع لأن هل أعطت النتيجة المواكبة أم لا أثبتت مجموعة من القاصرين بعد انتهاء محكوميتهم أنهم استطاعوا أن يلجوا إلى سوق الشغل عن طريق ما تعلموا به من حرف عن طريق مؤسسة محمد السادس وبالتالي إمكانية إحداث مؤسسات صناعية وإحداث مؤسسات دي التكوين المهاني قادرة هي الأخرى وبإمكان لأن سيخص لذلك غلاف مالي يحتاج إلى بنيات ويحتاج إلى فضاء ويحتاج إلى تكوين ويحتاج إلى مؤطرين وهذا شيء مقدون عليه نفس الفريق اخترح أن يكون هناك أيضا وحدات للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي داخل المؤسسات السجنية هل هذا ممكن؟ نعم ممكن في إطار الازدحام في إطار الظروف التي تعرفها المؤسسات السجنية أن يتم إنشاء مثل هذه الوحدة أن أقول لك ممكن لسببي سبب الأول أولا لأن لما يتم الحكم على حادث ما أو شخص ماكي فما كان نوعه الحكم لما لا يتضمن في مقتضايته حرمانه من الدراسة وحرمانه من تطبيب وبالتالي إذا تم حرمانه من هذه الحقوق نكون أمام أحكام إضافية غير واردة في منطوق الحكم الجانب الثاني المملكة المغربية هو ألاوشك إخراج من مشروع قانون البدائي للعقوبة بكل تأكيد عقوبة البديلة هذا سيعطينا تخفيف من الساكنة السجنية رجعوا له نعم في واقع المؤسسات السجنية تماما ولكن هل هناك بالفعل من حيث البناء من حيث الموارد البشرية من حيث الميزانية المالية قدرة على أن تكون المؤسسات السجنية محتضنة لوحدات تعليمية في الابتداء والإعداد والثانوي مثلا بتدرج ممكن ولكن الآن غير ممكنة ولكن إذا تم لأن هذا المشروع بكل تأكيد تفريغه وتنزيله على أرض الواقع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ميزانية وهذا المشروع بهذا الدخم لأن هذا دخم لأنه يحتاج إلى بنيات يعني تتلائم وهذه المؤسسة بتدرج على مدى يمكن أن تقدر في خمس سنوات نكون أمام بنيات صناعية وحرفية وتعليمية تؤهل المحكوم عليهم نعم بأن يستفيدوا من هذا المقتضى نفس الفريق الأصالة والمعاصرة أيضا وسنتطرق لفريق آخر ولكن نواصل الحديث عن بعض المقترحات أو أبرزها هناك كان عن ضرورة وجود وحدات استشفائية نعم داخل المؤسسات السجنية إضافة إلى ذلك أيضا عناية خاصة بالأم والطفل في حالة الاعتقال بتوفير أماكن خاصة مجهزة لكي تتمكن الأم من رعاية طفلها بعيدا عن الحالة التي تعيش فيها السجناء والظروف أيضا التي يحيونها في داخل المؤسسات السجنية هذه الفئات التي قد نعتبرها أكثر عرضة ربما للمشاكل داخل المؤسسات السجنية والتي طفل ما قد يكون هناك أو أم قد تكون بعض تراكمات تؤدي إلى رواسب صعب تخلي عنها في المستقبل وبالتالي ربما تحتاج لعناية خاصة بغض نظر عن أي عقوبة تقضيها داخل أسوار السجن هل يمكن تطبيق ذلك بتقديم رعاية خاصة استثنائية تمكن الأم تمكن الطفل من حقوق داخل المؤسسات السجنية؟ أقول لك بكل أمانة وبكل صدق إذا توفرت إرادة فهي ممكن بمعنى آخر حينما تتوفر الإرادة للحكومة وللبرلمان هذه المؤسستين لأن المغرب كما سبق أن قلت الأستاذ نوفر بكل موضوعية المغرب الآن في مفترق الطرق والمغرب اختار هذا الاختيار الديمقراطي والمغرب صادق على اتفاقية حقوق المرأة وحقوق الطفل هذه المصادقة هي متتبعة من طرف المنتظم الدولي وبالتالي لزاما على المملكة المغربية وأنتم تعلمون أستاذ نوفر صاحب الجلالة المملكة محمد السادس حفظه الله نادى في عدة خطب من أن تتمكن المرأة والطفل ودوي الاحتياجات الخاصة وكل المغاربة والمغربيات من حقوقهم الاقتصادية والسياسية والقانونية والشرعية وفقا لما يقتضيه دستور وفقا لما تقتضيه اتفاقية التي صادقة على المغرب وبالتالي لزاما على الحكومة أن تخصص يعني أغلفة مالية من أجل هذه البنايات ونحن تخصص هذه المنشآت الحيوية حتى تقدم الرعاية اللازمة للأم وللأطفال وللدوي الاحتياجات الخاصة مبدأ التوطين الجهاوي وفي الترحيل الإداري مرأة على الظروف الأسرية والاجتماعية للمعتقلين نعم أنا أعتقد لا يحتاج إلى إمكانيات مادية نعم صحيح من الإمكان تطبيقه داخل موسطة السجنية نعم هو ممكن أن نقتلك بأن الآن الفضاء الآن الفضاء المتوفر وإن كان فيه صعوبة ولكن إمكانية تطويره وإمكانية انفتاح كذلك الجهوية لأننا نقوم المغرب دهي في التطبيق الجهوية المتقدمة يعني نبغي أن ننظر إليها بشكل شمولي إن تعلق الأمر بالمؤسسات القضائية أو السجنية أو الإدارة الترابية أو الإدارة بالاستثمار أو التعليم وبالتالي ينبغي الأخذ بعيد الاعتبار كما يراهن المغرب على التنمية المجالية يراهن كذلك على الجهوية بمؤسساتها العمومية بمؤسسة هنا كنقول تقريب الإدارة من المواطنين تقدم الخدمة العمومية ولل المرتفقين نعم سواء تعلق الأمر في شقها القضائي أو شقها الإداري أو في شقها التربوي وفي شقها ديل إعادة التربية وإعادة الإدماج لأن مهما كانت الظروف هات السجناء هم أبناء المغرب وينبغي الاعتناء بهم ولا انتقام منهم ولا أحد ولا عاقل يقول بأن المملكة المغربية تريد انتقام من سجنائها بل تريد تربيتهم وإعادة تربيتهم من جديد من إدماجهم وهذه غاية نبيلة وغاية ثامية سريط التخابر ما بين المحامي والمعتقال وإيجاد مكان مخصص لهما أمر ممكن هو الآخر نعم هو ممكن وهو حاصل الآن الإضافة النوعية التي جاء بهذا القانون وهو أن يكون تحت أنظار ضابط المكلف بالسجون ولكن دون أن يتمكن من سمع الحوار الذي يروج ما بين المحامي ومؤاظره سرية ثم أنه من جانب آخر وهذا هو كذلك من المقتضية الأهمة وهو إمكانية السجين في إرسال المرسلات وتلقيها مع الحفاظ على سريتها وطابعها السري من طابعة الحال دون أن يكون لها تأثير بدرجة ديناء ما في عرقلات السير العادي للمؤسسة السجنية ومن طابعة الحال المحافظة على النظام العام وعلى الأمن والسلم العامين للمملكة المغربية ولمؤسساتها الدستورية فريق الحرك بدوره وضع عدد مضاعفا ويزيد عن ما وضعه الأصلة والمعاصرة ثمانين تعديل تقريبا أمام الغرفة الأولى أكد من خلالها أنه لابد من تحديد الأهداف فيما يخص مراكز الإصلاح والتهديب أين نحن في إطار مراكز الإصلاح والتهديب؟ هل بالفعل قطعنا أشواط جيدة تتوافق مع المعاهدات الدولية التي تم التوقع لها وتتوافق مع النهضة الحقوقية التي تشهد المملكة؟ نعم وهنا ربط سؤالك إلى وتفضلت الأستاذ نوفل وهو أن المعارضة الآن هي التي تترأس لجنة العدل وتشريع حقوق الإنسان وهنا كي تبين بأن دستور المملكة أعطى للمعارضة دورها وأعطى لها حقوقها الدستورية وينبغي أن تقوم به وبالتالي الفريق الحركي لما تقدم بهذه المقترحات وهي كلها واجهة بالمناسبة هذا المقتضى التي تفضلت به أستاذ نوفل هو حاصل وإن كان بعدد محدود لا يتسع ولا يستجيب للعدد المعتقلين وخاصة على مستوى الإحداث هناك يعني مؤسسات ديال الرعاية ديال الأحداث فيهم تتبوا على مستوى النفسي تتبوا على مستوى الجسدي تتبوا على مستوى الحراف من أجل تأهيلهم بل أنهم يتلقون كذلك تدريبات على مستوى الطرفيه وعلى مستوى الرياضة لأن حساسية السن وحساسية الطفولة يكون بطولات يكون نتعوات تماما وبالتالي نعم وبالتالي يعني المؤسسات هي حاصلة الآن إذاعات كين تماما كين إذاعات في السجون تعليل السجن ويشاركون بإعداد وتقديم البرامج تناولنا في ميديان تيفي مجموعة من النماذج من هذا القبيل وبالتالي أن تطويرها وتوسيحها والأخذ بعيد الاعتبار كما قلنا في الجهوية على مستوى الجهات بكل تأكيد أنها ستساهم بدرجة كبيرة في إعداد تأهيل وإعداد الإدماج وهذه هي الغاية المتوخات من هذا القانون أيضا تعديل من طرف الحركة الشعبية يتحدث عن حق البسجون بأن يتبع حكم بإذن من نياب العامة بأمواله وإن كان داخل السجن في طار التسيير هذه الأموال وإن كان محكم بعقوبة سجنية صحيح وهذا هو بدوره مقترح جري وشجاع ومعقول وينبغي الأخذ به لأن المغرب يراين على الاستثمار وأن من شأن إعطاء هذه الإمكانية للسجين في تسير أمواله أو وكل أجنبي أو وكل أجنبي لأن إمكانية تسير أمواله من داخل السجن منطلاقا الآن من العالم الرقمي هي ممكنة وليست مساحلة وبالتالي إمكانية تسير أمواله من داخل السجن من طبيعة حال باستشارة مع محاميه ومع وكيل أعماله بكل تأكيد سيساهم وسيكون له الدخول المرن والسلس في الاستثمار سيعود عليه هو ويعود على الوطن لا ويخرج القائر نفسه في حالة مادية يسرا تجنبه ربما العودة لارتكاب أي جنحة أو جريمة لقدر الله أيضا الفريق الحاركي تحدث عن حرية توصل المعتقلين والمساجين بالصحف والكتب إلى غير ذلك مع أن يكون الرفض معللا لكي يكون هناك تأثير أو مساس بحرية الفكر بالنسبة للمعتقلين وهنا بك نقول القانون أنه يتماشى مع الدستور لأن الدستور يضمن حرية التعبير وحرية القراءة وحرية تمام الحق في الوصول إلى المعلومة اللهم إذا كانت مقيدة بسجين يزيغ عن هذا التوجه وبالتالي إذا كانت كتابته في همس بالسلم العام وبالأمن العام بكل تأكيد سيكون عليها قيد ولكن بشكل معلال ومسبب تعليلا كافيا يكونوا واقعين شوية دبا وسأل الإعلام المقرؤة مثلا على سبيل المثال الحصر يعني هي تخضع لدفتر تحملات لأخلاقيات المهنة للقانون المحلي المغربي الذي يرفض المساس بمجموعة من الأمور التي قد يكون فيها تعدي على حريات شخصية أو جماعية أو كل ما تشاء أو نشر فكر مضلل أو بالتالي أعتقد أنه لا ضرر ولا ضرر بين أن تتوصل ساكنة المؤسسات السجنية بالصحف والمجلات التي بإمكانها والكتب أيضا التي بإمكانها ربما تجدد بعض الأفكار تعطيهم دراية بالواقع الخارجي تبني لهم تصورات حول ما ينتظرهم في المستقبل في قطع اقتصادي اجتماعي سياسي إلى غير ذلك لما لا؟ إنه حامل صحيح لأن أثبت التجارب عبر المؤسسات السجنية المغربية لا نقول مقارنة أن مجموعة من السجنة اللي راجعوا أفكارهم بناء على تصويب القراءة لأن القراءة الغير سليمة والقراءة الهدامة أنها تعمل على إدخال صاحبها في نفق مظلم يجعل منه مواطن غير صالح ويجعل منه مواطن يتقاسم أفكار شادة وأفكار تجانب السواب في توابط المملكة المغربية الزيارة سيئة قنون نعم وقترح أيضا فيما يخص الزيارة للمساجين من ذويهم اقترح نواب الحركة الشعبية أن يقوم موظف السجن بتعليل الأسباب التي ربما رفض دواع الرفض فيما يخص عدم قبول زيارة ما لأحد المساجين نعم تكون سبب الرفض لأن إذا ثبت السجين أنه أخلب النظام الداخلي للمؤسسة السجنية وكان يشكل خطرا على زمالئي وكان يشكل خطرا على الموظفي إدارة السجون ولكن هذا استثناء والقاعدة أنه يسمح سيتم السماح لكل السجناء كيفما كان بزيارتهم زيارة دويهم وأهلهم لهم بزيارة منتظمة مع تخصيص فضاء يليق بذلك كما أن لهم الزيارة خارج أسوار السجن إذا في إطار رخص استثنائية نعم نذهب لوقع السجون نعم انتهينا من التعليلات وقع السجون الكل يعلم بأننا أكثر من 100 ألف سجين لغاية شهر غشتة الماضي القدر الاستيعابي لتتجاوز 64 ألف وستمائة سرير ننتظر العقوبات البديلة وتم اقتراح السوار الإلكتروني وأمور كثيرة جدا لها علاقة بالتخفيف من منهم في اعتقال حتياطي هل يمكن اليوم في تحسين الظروف داخل المؤسسات السجنية عبر هذه التعليلات التي يشملها مشروع هذا القانون الجديد لأن يكون أيضا رفع ربما من الاكتظار داخل المؤسسات السجنية وعزل لبعض الفئات التي قد تكون في مراكز الإصلاح والتهديب وإعادة الإدماج والتأهيل وبتالي نعيش واقع أفضل داخل المؤسسات نريدها أن تكون تفعيلا للقانون و للدستور من أجل قضاء العقوبة ولكن أيضا ليس لإخراج مجرمي المستقبل بقدر ما الحد من الجريمة والحد من الحالات العود إلى السجن نعم أنا متفق معك أستاذ نوفل فيما ذهبت إليه وهنا أقول بأن خاص سياسة الجنائية العامة أن تكون متكاملة وأن تكون شمولية بدءا من مشروع قانون بداء العقوبة للقانون الجنائي مشروع القانون الجنائي المستارة الجنائية هذا القانون وبالتالي الفلسفة العامة ينبغي أن تكون متكاملة بدوصلة العقوبات ومن سيقال أنا أعتقد بأن في هذا الدخول البرلماني سيتم المصادقة عليه لأنه أصبح جاهز كما أن هذا القانون الآن هو جاهز وبالتالي لغيب قاف الرفوف وهذا مؤسس هو القانون الجنائي بالنظر لاختلاف على مستوى الإطراء غير مشروع هذه هي النقطة للأسف هذه النقطة التي جعلت من المشروع القانون الجنائي يفوق تسع سنوات وهو فالرفوف وفيه مزايدات ما ينبغي أن تكون بالمناسبة لأن المصلحة العليا للوطن تقدر أن يترفع الكل سياسيين والفرق على هذه المزايدات وأن تكون الحكم والفيصل هي المصلحة العليا لهذا الوطن وإن نفى وزير العدل السياسيين بأن الإطراء هو غير المشروع هو سبب سحب ذلك قاموا لما تستقبله ربما ذلك البرنامج سنظن تأخر ضيف الأسبوع أن يكون إجابات واضحة وموضوعية وأن يأخذ بمبدأ التشاركي وخاصة مع جمعية هيئة المحايمة المغرب وكل قوى الحية حق الإنسان ومجلس الوطني حق الإنسان في إخراج قانون القوانين ضدت على العدالة تكون كلها مبدأ التشاركية ويكون فيها حوار متبدل كما سيكون في مدونة الأسرة إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك أستاذ الحسين قنون المحامي وأيضا المحل السياسي على حضورك معنا مرحبا شكرا لكم وصولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة